بكرة مع قص شريط المشاركة في دور التمانية أو دور المجموعات لدور العبطال بحثا عن العشرة إن شاء الله بيتس موسيماني المدير الفني للنادي الآلي اختار منذ قليل القائمة اللي دخلت المعسكة بعد هذا التمرين الأخير دخل محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بكهم ورامي ربيع وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمد فتح ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بنون وقاليو ديانج وعمر السلية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيه وولتر بواليا وجونيور أجاييو ومحمد هاني دخلوا المعسكر السعدادة لمباراة الغد إن شاء الله الثلاثاء مع المريخ السوداني باستاذ القاهرة طبعا قيمة الغيابات بيغيب علي معلول الجناح التونسي لأسبوعين كمان للإصابة أيمن أشرف عنده أسبوع وهيسفر مع البعثة لتنزانيا لمواجهة سيمبة صلاح محسن هيغيب عشر تيام طاهر محمد طاهر هيغيب أسبوع ووليد سليمان قدامه أسبوع ويرجع إن شاء الله يعني إصابات مؤثرة جدا للإصابات المختلفة غيابات مؤثرة لكن الإيقاف كمان لحسين الشحات حسين كان بعد مباراة الزمالك خد إيقاف أربع مباريات قضى منهم مبارتين وبيقضي المباراة ديت ومباراة سيمبة التنزاني يرجع بعدها إن شاء الله نتمنى دي يعني لعبتنا تبقى آخر الإيقافات كلها إيقافات لا مباررة لها ولا لزوم حسين لعب مؤثر جدا ودوره كان معنا في كأس العالم الأندية يعني كان مؤثر جدا بإذن الله كلنا نستفيد من هذه الدروس والفريق يعني يستكمل صفوفه قريبا جدا لكن لافت نظري طبعا دخول رامي ربيعة وهو حيكون إضافة غياب علي معلول وأيمن أشرف الاتنين إنما يعني ربنا ساهل يعني ما يكونش غيابات مؤثرة محمود وحيد بيدخل محمود وحيد وهو لعيب بيعتمد عليه أي وانا أسخ في قدرات وإحنا شفناه قبل كده وما كانش يعني كان إيجابي جدا في مكانه وربنا ساهل إن شاء الله